هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردة ريدمشين توزا اللهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن الشخصية الاسطورية جاك مورستين رح نذكر قصته من البداية الى النهاية وكيف جاك مورستين استطاع انه ينتقم لجميع افراد العصابة جون وارثر ودوتش وخافيارسكويلة وبالويليمسين والبقية فتعالوا سويا نخش في المقطع طيب بداية قصة انتقام جاك مورستين رح تبدأ في مهمة فيشر اوف مين في الشابتر الثاني من ريدد ريدمشين تو وفيها جاك مورستين رح يروح مع عمه ارثر مورغن للصيد وفي اثناء الصيد رح تتم مداهمتهم من ايجنت ميلتن وايجنت روس العميل ميلتن والعميل روس وقمتلك أحسن أنه مانجزة والمرأس والجاعة مخدرت أجت ملدان أجنب أجت رص التأثير من أجتبي 완성 لدوما بلد الكرم أكبر بلد الأمور سيوجد حلقته نعم لك نعم لك نعم لك 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 لجلسة يا حياتك اُعجم سوف تكون هياً موضوعًا لخ video هياً لذلك هاَي او آخر النسل afraid نعم سألت تنظري الورد؟ نريد من ذنب الورد نحن ندخل و لم تنظره لك لن أجل إنه وجده المعجم المعجمزين يجب بالنسبة لجمع المعارضة تنظري علمي المشكلة في المعارضة قريبا جداً أحسن أنه أسفر من الأشخاص تنظر لسنت هذه هي مجموعة أحسن اوه شروع المساعدة، المنزل، وديك فكرة أني محر بيزء معي. كانت أسأل المحر بيزء من المنزل، حتى يقول لكي نحن بذلك، مرادة. مرحبا؟ لماذا لن يقف المقارب إلى هذه الملحة، مهارة الاقتصادة بحديث وستقبل أخذ المعروض. تحسسيني فكرة الفلسفية، فقد قد تسمية من الأنسبة الرسالة، من مككالندر. مككالندر؟ كان بسرعة من المرة أصدقى بما أصدقى لذا فهو كان أصدقاء مرسيكي سلوه، ولكن مرسيكي تحب أن تحب أن يكون مجدداًا، أحب أن أصدقاء؟ أحب أن يحب أن يحب الناس، فلاح وكل أنت من الناس يجب أن تتعلم، ويجب أن تتعلم، كل منك نحن ستعلم، أجن طبعا وهذه هي المرة الأولى اللي فيها جاك مورستين يقابل شخص يبغى يأذيه ويأذي الأشخاص اللي يحبهم طبعا زي ما تعرفون في نهاية الشابتر السادس أرثر مورغن رح يموت ورح يعطي جميع أغراضه لجون مورستين من القبعة والشنطة والدفتر وغيرها وحرفيا أرثر مورغن ضحى بحياته عشان جون وجاك وآبيغيل مورستين يعيشون يبدأون حياة جديدة بعيدا عن هذه الحياة السيئة طبعا بعد ذلك مايكا بيل رح يقتل أرثر مورغن مورغن تنزل مورغن 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 تنزل تنزل وهذه هي أول شخصية خسرها جاك مورستين الأسطورة أرثر مورغين طبعا جون مورستين زي ما تعرفون انتقم من مايكا بيل في المهمة الأخيرة من ريد ريدمشن 2 أخبرتني 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 رح يبدأون البحث عن بقية عصابة دوتش لنعرفوا انهم باقي بعض الأشخاص ولاحقا رح يعثرون على جون مورستين وعائلته ومزرعته ومن هنا تبدأ أحداث الجزء الأول للعبة حيث أن البنكرتينز رح يختطفون جاك مورستين وأبيقيل روبرت ورح يطلبون من جون مورستين أنه يقبض أو يقتل بقية أفراد عصابة دوتش أو أفراد عصابته واللي هما دوتش وبيل ويليامسين وخافير سكويلا هذول العايشين كانوا وفعلا جون مورستين رح يفعل ذلك ورح يقتلهم واحد واحد شعر شعر وحيثك هل يمكنك أن تكون لديك مرة أخرى؟ حسنًا، تبدو جيدًا لديك مرة أخرى سيكون لديك مرحباً لديك يمكنك الهدف هياك اذهب الى الهدف هياك حسنا جون سأذهب طبعا من وجهة نظري انا صراحة اشوف انه جون مورستين كان ما يبغى يكتل اصدقاء السابقين لكن يعني ما عنده اي خيار اخر وانا اشوف اللي قتل دوتش وبيل وخفير اسكويلا هم البينكيرتنز نفسهم لان جون ابدا غير ملام في هذه الحالة لذلك نقدر نقول انه جاك مورستين خسر اربع اشخاص لحد الان دوتش وخفير اسكويلا وبيل ويليمسن وهذا كله بسبب البينكيرتنز وايجنت روس وميلتن طبعا جون مورستين بعد ما تخلص من بقية افراد العصابة ولبى طلبات البينكيرتنز وايجنت روس الجبناء اخلفوا وعدهم معاه وقرروا انهم يقتلونه بحجة انه يعني جون مورستين من ضمن العصابة السابقة لدوتش افراد العصابة افراد العصابة افراد العصابة بفسير المشكلة جون، لا أستطيع أن أخذها من هذا المنزل أيضا أخذ Jack وابك أخذ شيئا لا تتكلم عني، لن تساعدهم من هنا لا، أبي، أرجوك يا أبي، لقد قتلواه هيا يا أبي، هناك شيء ما يمكننا لهم الآن اشتركوا في القناة 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 no زي ما شفنا سويا هذه صفعة جدا جدا قوية لجاك مورستين خصوصا انه خصر ابوه بهذه الطريقة البشعة جدا وفي نفس الليلة ايضا خصر انكل لذلك نقدر نقول ان جاك مورستين خصر ارثر و جون و دوتش و خفير سكويلة و بيل ويليمسن كله بسبب البينكرتنز و ايجينت روس ومن هنا بدأت مسيرة جاك مورستين الاسطورية واول شي سواه انه راح وانتقم من اقدر شخصيات سلسلة ردة ريدمشن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة stubل لقد أمسك مجال! من المجال، يزاله بسهده خلاله؟ أنت تداهبه! عبرك! فلقا تعلم جدك! أنت تقدم بما فيديك ما. ثم يصلعه بما علمي! و سوف تدعك بالموطفل انتطلبك تبكي. مل أخرجه من هنا تبلغيسكين في ذلك. لم يسكن مكان مكانا فإنه بالنقذ! ومن هنا رح يكون جاك مورستين انتقم لجميع افراد العصابة بداية من ارثر وجون ونهاية بشون مكواير ومولي اوشي صراحة شخصية جاك مورستين رح تكون شي جدا جدا كبير ورح تكون اسطورية لانها بكل بساطة عبارة عن خليط من شخصيات عظيمة مثل جون وارثر ودتش وبقية الافراد طيب شاركونا اراءكم في خانة التعليقات عن مسيرة جاك مورستين هل تتوقعون اننا رح نلعب ردد ريديمشن 3 بجاك مورستين او لا طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك اللي يجيكم هدى الان يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة